قالت عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اقتم بها تشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولهما قلنا إن هذا مصطلح إذا ذكر ينقضح في الذهن أنه البخاري ومسلم ولهما عنها الضمير يرجع إلى من سبق فإن عائشة رضي الله عنها روات الحديثة السابق قالت لما نزل نطاقها نزل نطاق بها القارئ نزل وعندكم نزل وكلتاهما صيحتان لما نزل بضم النون لما نزل الضمير يعود إلى من لما نزل يعني نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت وضبط لما نزل أي الموت وحكيا لما نزلت أي المنية ولما أداة وجود دوجود يعني وجد شروعه عليه الصلاة والسلام في طرح الخميصة على وجهه لما وجد الموت أو أمر الموت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقا طافقا يقول عن النحويون هي من أفعال الشروع وأفعال الشروع تحتاج إلى اسم وإلى خبر وخبرها دائما جملة فطافقا فعل من أفعال الشروع اسمه ضمير مستثل تقديره هو وجملة يطرح في محل خبر لماذا قل الشروع؟ من أفعال الشروع جعل أخذ طافقا معنى هذا الكلام أنه شارع في الخبر ما هو الخبر؟ يطرح إذا لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت شارع في طرح الخميصة فهو في ابتداء الفعل لا في التمكن من الفعل يعني شارع في ابتداء الفعل كما لو قلت طافق محمد يذاكر أم مذاكرته سابقة أم أنه بدأ يذاكر وشرع في المذاكرة شارع في المذاكرة هذه أفعال الشروع طافق يطرح خميصة الخميصة هي كساء له أعلام خميصة له على وجهه ما سبب هذا؟ سببه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعاني من سكرات الموت فمن شدة مهاناته لسكرات الموت جعل يطرح هذه الخميصة لشدة المهانات التي نزلت به فإذا اقتم بها كشفها يعني إذا حصله ضيق تنفس بسبب طرحها كشفها من أجل أن يعيد إليه النفس فقال وَهُو كَذَلِكَ الْوَوْهُنَا وَوْنَ حَلِيَّةِ والجملة التي بعدها جملة حالية حالة كونه كذلك قال ما هي هذه الحالة التي وفيها سكرات الموت والجملة الحالية يشترط أن تكون خبرية غير طلبية وأن لا تصدرها بالسجيل أي فيما يستقبل لأنها تناقض الحال ولابد أن يكون لها رابط إما الواو وإما الضمير فهذه الجملة جملة حالية ولو سئل لماذا نصت عائشة رضي الله عنها على هذه الحال في قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى فالجواب عن هذا أن تنصيصها رضي الله عنها في مثل هذه الحال وإي حالة الاشتضار يدل على أن هذا الأمر المذكور من المحكم الذي لم ينسخ فمات عليه الصلاة والسلام وهذا الحكم باق هكذا أفاده ابن حجر رحمه الله في الفتش فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ومن قوله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه يجوز لعن اليهود والنصارى على وجه العموم أما على وجه التعيين والتخصيص فقد سبق ذكر هذه المسألة في حديث علي رضي الله عنه في باب ما جاء في التبش لغير الله وأفردنا المسألة بكلام طويل حول لعن المعين وهذه الجملة إما أن تكون جملة خبرية يريد منها عليه الصلاة والسلام الإخبار عما في حكم الله عز وجل على هؤلاء اليهود والنصارى بأن الحكم عليهم هو اللعن وإما أن تكون طلبية جاءت في صورة الخبر ويراد منها الدعاء منه عليه الصلاة والسلام على هؤلاء اليهود والنصارى باللعن واليهود يرجعون إلى يهوذا وهذفت بالذال واكتفي بالذال لكثرة الاستعمال وسموا بهذا الاسم لأنهم هادوا وتابوا قال تعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هدنا إليك وأما النصارى فإنه في هذا اللفظ إما مشتق من النصرى وذلك لأن الحواريين من النصارى الذين نصروا إيسا عليه الصلاة والسلام قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله وإما أن تكون نسبتهم إلى بلدة تسمى ناصرة اتخذوا الفعل اتخذ من أفعال التصيير وهي تحتاج إلى مفعولين يعني صيروا ماذا قبور أنبيائهم مساجد وجملة اتخذوا جملة تعليلية للحكم السابق ما هو الحكم السابق اللعن سببه اتخاذ هؤلاء قبور أنبيائهم مساجد وإذا كانت هذه الجملة تعليلية فإنه لا ينظر إلى الأشخاص وإنما ينظر إلى الأكعاد ومن ثم فإن من شاركهم في هذه العلة فيصدق عليه الحكم السابق وهو اللعن فمن جاء بعدهم ممن حرج من هذه الملة عن سواء السبيل واتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر ولي أو صالح اتخذها مساجد فإنه يشاركهم في الحكم وقوله ما صنعوا يعني الذي صنعه اليهود والنصارى ولولا ذلك أبرز قبره فإن كانت الرواية باللام لأبرز قبره لكان هذا مثالا لأنحويين على وجود اللام في جواب لولا وذلك لأن الغالب في جواب لولا أن يكون باللام إذا كانت في سياق الإثبات ويأتي من غير الغالب من غير اللام فيكون أيضا مثالا لغير الغالب في جواب لولا ولولا عرق امتناع لوجود امتنع الجواب لوجود الشرق أين الجواب أبرز امتنع إبرازه لوجود التحذير ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشية خشية هنا لفتح الخاء فتكون الخشية ممن من النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية أخرى ضبطت بضم الخاء خشية فتكون الخشية واقعة من الصحابة رضي الله عنهم وجاء عندنا البخاري أيضا رواية غير أني أخشى فتكون الخشية واقعة من عائشة رضي الله وعنا ولا ثم تتعارب بين هذه الروايات لما لوقوع الخشية من الجميع وأما بالنسبة الخشية الخاصة بعائشة رضي الله عنها فإنها لا تخالف ما خشيه الصحابة كيف فإنها ربما رضي الله عنها أبدت هذا القول للصحابة فوافقوها عليه فأصبحت الخشية من الجميع لكن الابتداء قد يكون من عائشة رضي الله عنها أخرج لأن البخاري ومسلم ترجمة نانسي قنقر